على غير المعتاد ومنذ وأن وضعت وثيقة التفاهم الأمنية بين العراق والتركيا يتهم المتحدث باسم وزارة الداخلية في بغداد مقداد ميري تنظيم بيكاكال مصنف إرهابيا بأنه يقف وراء العديد من الحرائق التي حصلت في كردستان العراق وكاركوك إضافة إلى تخطيطه للقيام بعمليات إرهابية في بعض المناطق والأسواق المكتدة داخل بغداد تصريح ميري يعد أولى تصريح حكومي ضد تنظيم بيكاكال الأمر الذي قرأه مراقبون تغيرا في الموقف الحكومي من هذا التنظيم تزامنا مع العمليات العسكرية التركية ضده شمال العراق لكن أن يعد هذا التصريح بداية خطوات فعلية تتخذها حكومة بغداد ضد تنظيم هذا ما شكك به المراقبون لاعتبارات سياسية وأمنية وإقليمية فعلى الصعيد الأمني يرى المراقبون أن العراق الآن غير مهيئ للدخول في حرب جبلية لأنها من أصعب الحروب وخسائرها كبيرة وأن ما جرى إعلانه على لسان وزارة الداخلية هو لإثبات أن هناك أيادة خفية من حزب العمال الكردستاني يمكن أن تضر بالمدن العراقية والشعب العراقي وعلى الصعيد السياسي فإن الأحزاب المرتبطة بالميليشيات لها علاقة بتنظيم بيكاكا ولسيما في سنجار وسبق أن كشفت مصادر أن الحكومة في عهد نور المالكي كانت تمول التنظيم ماليا أما على الصعيد الإقليمي فإن تنظيم بيكاكا يرتبط بإيران وتستخدمه كورقة ضغط إقليمية وله تحالفات مع ميليشياتها في العراق لذلك لا يمكن لحكومة السودان أن تدخل في تصعيد ضد هذا التنظيم بحسب ما يراه المراقبون